هناك سؤال آخر تقول السائلة أنا أريد أن أقترب من زوجي ولكنه يعاملني معاملة سيئة لأن مواقفه معي جعلتني أكرهه وأصبحت لا أعرف كيف أعيش معه ولكن أنا خائفة من الله هذا هو الضابط أيتها الأخت الكريمة لا تعامل السيئة بمثلها وإنما الله تعالى أمره بأداء واجبات وله حقوق حقوقه هي واجبات عليك والواجبات التي ألزم بها هي حقوقك هو مقصر فهو آثم لكنك لا تقابلين إثمه ووزره بوزر لا تقابل سيئته بسيئة وإنما تنفذ أمر الله ابتغاء مرضات الله وقول لنفسك وقلبك وقول يا رب أنا أتعبد إليك بهذا ولك ثواب الصبر والله يحب الصابرين ولك ثواب الطاعة والله تعالى يحب المتقين والطائعين فأقول عليك أن تتوددي له وأن تصبري وأن تنصحيه برفق أن تنصحيه برفق فما وجد الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وأدعو الله أن يهديه لك وأن يباعد بينكم وبين كل شيطان الرجيم يريد أن يفسد حياة الزوجين هذا والله تعالى أعلى وأعلم